كفتة الغلابة الكيلو مش هيكلف معاك تلاتين جنيه ده بجد ايوة بجد عايزة اقول لك كفتة موفرة جدا وطعمها اكتر من رائع تعالي اقول لك معمولة من ايه وازاي ولسا متى كفتة الغلابة دي اوانس بتاعت الفراغ بالجبية بتغسيلها كويس جدا وشيل كل الدهون اللي فيها وبتنقع في ملح وخل ولمون وده معايا سمينضاني كان عندي لو مش عندك ممكن تحط حتة ليا الا ومش حبة مفيش مشكلة خالص مش ضروري ودي كوباية من البورغل مخصولة كويس جدا ومتصفية جبت المفرمة بالشكل ده ومعايا بصلية كمان كبيرة مبشورة نعم مع صورة الماية بتاعتها كويس جدا وفصلين تلاتة من الطوم وحزمة بقدونس الورقة بتاعها بس البقدونس والبصلة خليهم في الاخل هبتدي في المفرمة او في الكابة عادي جدا هي هي بتطلع نفس النتيجة لو عندي الكابة عندكش مفرمة تفرمي الاوانس مع البورغل مع السمين بالشكل دوت وبعد ما بتخلص الكمية كلها بتبتدي تنزلي بالبقدونس والبصل ومالح وفلفل اصمر ومعلاقة كبيرة من توابل الكفتة ومعلاقتين كبار من النشا وبابريكا وبتبتدي تعجيني كله مع بعضه وبتحطيها في التلاجة شوية وبتطلعها تصبعيها بالشكل ده وبعد كده بتقليها في الزيت عايز اقولك حرفيا مش هتفرقيها عن الكفتة بتاعت اللحمة واحلى كمين ومش الزفرة خالص جربوها على ضمانتي بس انت قام حاجة فرمي معيها التوم وخسلها كويس جدا وشيلي منها الدهون عشان ما تفكش منك جربوها بجد وهتدعو لي وهتتصدم من النتيجة اتمنى تعجبك وجربوها موفرة جدا وبجد كفتة الغالبة وسلام عليكم